هوية تريس العمل تأكد على الروح الفريق تأكد على معاني عجيبة جدا وخص الناس اللي قد يكتبوا يعملوا التحليلات اللازمة ويبدو أنه يحظى بمكانة كبيرة بين لاعبه وهذا شيء مهم جدا ما كانش الانتصار إذا كان التمرد على الرؤساء هذا بطبيعة الحل أظن أنه ليس واردا هذا لش كأنه هو يعني يحب يعني لاعبه وهم يحبونه ويقدرون بعضهم البعض وبدون الشك يلتزمون بتوجيهاته ويلتزمون بأوامره وينضبطون له يعني انضباطا يعني محترما ومقدرا يعني على أحسن وجوه كذلك أظن أنه كان من العناصر الرئيسية التي ساهمت في هذه الظاهرة لأنني أنا والليد كما اعتبر هذا الشيء هذا ظاهرة سياسية ومقاربة يعني جديدة أن الذي ساهم فيها هو جو الحرية أنا شعرت بأن هذا الفريق يتصرف بحرية لا يتدخل فيه أحد طبعا الحل الرئيس دي الجامعة حتى هو لابد أن نتني عليه لأنه بدون شك أنه كان له يعني دوره وكذلك في طريقة تسيره في طريقة تسيره فيما يخصه يعني في الجابعة ليس في ليس في 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 فيما فيما هو تقني وما 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 لا يهمه ولكن أظن أنه كان تصرف بطريقة بطريقة جيدة ولكن المهم عندنا هو أن هذا الفريق أظن أنه استطاع أن يلعب بدون بدون تدخل تدخلات فوقية كيفما كان نعوها لأنه لا بد أن أن ننتبه إلى أنه إذا لم تكن هناك الحرية لا يكون هناك إبداع لا 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 مخلجيش الناس على خطرهم غاية مدخلين التيران شي طير له شي بغي يلعب شي ما بغيش شي بغي الفريق دياله يربع شي بغي الفريق دياله يخسر باش يقول باش باش يشمس بهم إلى آخره مليك تكون الحرية كل واحد كي يبدل أفضل ما عنده ولهذا يسمحوا لي الإخوان المصريين مليك الملك فاروق كانت واحد النسبة ديال الحرية فهذا كالوقت عرفنا احنا مصر لا بالأفلام ديالها لا بالمغنيين ديالها لا المغنية ديالها لا 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 رجال التقافة طه حسين عبد والإخوان ديالها ولا إلى آخرين امة العربية والإسلامية خاصة الحرية كلها خاصة الحرية ولتكون المحاسبة ولتكون طبيعة الحل يعني المحاسبة بطبيعة الحل بعد من المحاسبة ويا 3